موسيقى تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس على مشفى المواساة وسط مدينة الرقا بعد معارك مع مسلحي تنظيم داعش وفدت الناطقة باسم غرفة عمليات غضب الفرات أن 32 مسلحا من داعش قتلوا خلال المعارك في عدة أحياء من الرقا بينما داعش متورط في معارك ضارية في العراق وسوريا يعاني قادته من نزاع داخلي عنيف حول قضايا التكفير ومع تدخل البغدادي المباشر في ذلك أحيل الأمر إلى اللجنة المفوضة التي لها أعلى درجات السلطة بعد البغدادي في شهر نيسان أبريل من هذا العام أصدر البغدادي مذكرة تعطي لجنة صلاحيات غير محدودة عمليا لحل هذه القضية وبعد ذلك أصدرت اللجنة مذكرة في شهر مايو أيار الماضي تذهب أبعد من ذلك بكثير وفقا لهذه المذكرة فإن التكفير هو عنصر أساسي في أيديولوجيا داعش وهو أكثر أهمية من بعض الالتزامات مثل الصلاة وحتى أنه من الممكن تطبيق مبدأ التكفير على جميع المواطنين في البلدان الإسلامية أثارت مذكرة اللجنة المفوضة جدلا بين أتباع داعش وكبار شرعيه وانتهت ليس فقط بالنقاش ولكن بالانقسام من الذي دفع الثمن من هذا النزاع وماذا يمكن أن يكون مصير داعش سيتم بث تحليلنا الكامل مشاهدين في سيديو الآن السابع مساء بتوقيت السعودية تابعونا تتواصل في نيويورك عمال مؤتمر التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي الذي انطلق يوم السبت ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الدولي 450 عالما ومفكرا إسلاميا وأمريكيا عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عن رفضها قتل الأطفال في مدينة تعز اليمنية وقالت إنه أمر غير مقبول بتاتا وقال أحد الأطباء في مستشفى الثورة في تعز إن الحوثيين قصفوا مناطق بالجهة الشرقية للمدينة ما أدى إلى قتل ثلاثة أطفال أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء إطلاق الدورة الأولى من الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء التي ستقام برعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل في متحف الاتحاد تحت شعار بالفضاء نرتقي ويعد الحدث العلمي مبادرة علمية وتعليمية تهدف إلى تنمية القدرات الإماراتية في علوم وتكنولوجيا وأبحاث الفضاء نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك اشتركوا في القناة